السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ نرد معنا فيديو جديد عن أعراض الحمل في الشهر الثاني تدخل المرأة الشهر الثاني من الحمل بداية من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الثامن وخلال هذه الفترة تظهر العديد من الأعراض على جسم الحمل نظرا لإنتاج الهرمونات حيث يعد هذا الشهر من أصعب أشهر الحمل وأهمها للأم ولتكوين الجنين في رحمها ومن الجدير بذكره أن الأعراض التي ترافق الشهر الثاني من الحمل تختلف من امرأة لأخرى ولا بد من زيارة الطبيب بشكل دوري ليلة مؤنان على صحة الأم وجنينها واتباع تعليماته لتخطي هذه المرحلة بأمان إن أعراض الحمل في الشهر الثاني تتمثل في الآتي حدوث القيء والغسيان بشكل متكرر خاصة في أوقات الصباح الباكر الشعور بتعب وإرهاق في الجسم التقلبات المزاجية من أبرز أعراض الحمل في الشهر الثاني وينتج بسبب تزبزب هرمونات الجسم الرغبة في النوم والشعور بالنعاس الدائم الرغبة في التبول لعدة مرات في اليوم الإحساس بحرقة في المعدة الإصابة بالإمساك من أعراض الحمل في الشهر الثاني أيضا زيادة كمية إفرازات المهبل كما تنبعث منه رائحها غريبة يصاب السديان بالألم والتضخم نتيجة تحفيز هرموناي الأستروجين والبروجسترون للغدد اللبنية ازدياد حجم البطن بصورة بسيطة ظهور عروك زرقاء اللون في منطقة السقوى السادي بالإضافة إلى البطن وتحدث هذه التغيرات على الجلد لزيادة ضخ الدم في الجسم تغير لون حلمة السادي بحيث يصبح لونها غامقا مع زيادة بروزها وتصبح أكثر سلابة من أعراض الحمل في الشهر الثاني حدوث تغيرات على عنق الراحي بحيث يصبح أكثر ليونة والشعور بالاكتئاب والشهية المفرطة والإحساس بالدوقة وزيادة وزن الجسم في نهاية الفيديو لو أعيبكم ياريت تدعونوا بلايك وكمنط وتشاروا الفيديو ده مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ